مراكش العالمية احتضنت حفلا قاريا بمواصفات عالمية وفيه من شرف أفريقيا والعالم في كأس العالم يحصد الأخضر واليابس من جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي احتضنت المملكة المغربية هذا الحفل إلا أن نسخة هذا العام كانت استثنائية شكلا ومضمونة في تفاصيل الحفل نالا نيجيري فيكتور أوسيمين لعب نادي نابولي الإيطالي جائزة أفضل لعب أفريقي متفوقا على المغربي أشرف حكيمي لعب نادي باريسان جرمان الفرنسي والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربولا الإنجليزي في المقابل تجسدت الهيمن المغربية المستحقة في جوائز الكاف السنوية حيث فازت فاطمة تاغناوت لعبت نادي الجيش الملكي والمنتخب الوطني فيما توجت المغربية نسرين الشاد لعبت نادي ليلى الفرنسي بلقب أفضل لعبا صاعدة وازدان هذا الحفل المهيد بتتويج وتكريم خاص ناله مولي البكالة والذي أبهر العالم بسخائه في زمن الزلزال أهلا بكم مشاهدين نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملف خاص وفيها عين على حفل جوائز الكاف يحضر معي في هذه الحلقة الأستاذ عادل العلوي الصحفي في الإذاع الوطني الخبير في الشانة رياضي مرحبا بك سعاد مرحبا نوفر سعيد بتوجد معك في هذا البلاتو وأيضا بالمشاهدين مشاهدي ميديان تي في وأنت القادم من مراكش على التو على التو مرحبا بك وستحدثنا عن تفاصيل التفاصيل هناك أيضا الترحيب موصول مشاهدينا الكرام بالزميلة والصديق حمزة شتيوي الصحفي في جريدة إسبرس الإلكترونية مرحبا بك حمزة مرحبا زميلي نوفر مرحبا بالزميلة العلوي بكل مشاهدي شاشة ميديان تي في أهلا ومرحبا بكما إذن مراكش عالمية بغينا ولا كرانة مراكش ليس ببعيد أيام احتضنت مهرجان السينما وكان حضور وازن على المستوى العالمي من نجوم الفن السابع بعدها بأيام يأتي هذا الحفل الذي كنا قد احتضرناه في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة السنة الماضية هذه السنة انتقل صوب مدينة مراكش بكل صراحة وأنا أتابعك مشاهد عادي بسيط جدا سعادل البروتوكول دي الكرة الذهبية البصاط كما اعتدناه جمالية مراكش في المعماري والهندسة المعمارية ظهرت وبكل صراحة التنظيم والترتيب من الدخول وصولا إلى القاعة التي كانت حدث ولا حرج بشكل رائع مزدانة بهذا الحفل بالإضافة إلى التفاصيل التي تضمنتها ساعات الحفل كلها بمواصفات عالمية صحيح هو تنظيم كان في مستوى التطلعات يلقى إلى مصف والإشعاع الذي أخذته المملكة قريا ودوليا ننسى أن المدينة الحمراء ذكرتها من لحظات احتضنت في السابق كوب فاندو احتضنت أيضا المؤتمر الخاص بصدق النقد الدولي وأيضا بالأصحاب غير بعد الزلزال أحداث كونية بالجملة أحداث كونية بالجملة طبعا بمعنى أنه يعني عالمية مراكش تتحدث عن نفسها وبالأمس يعني كان البصاط ليس الأحمر ولكن البصاط الدهبي يعني نسبة إلى الجوائز التي ستملحها الكاف سواء إلى اللاعبات أو اللاعبين أو أيضا إلى الفائزين بمختلف الجوائز الحضور أيضا أكثر من 16 لاعبا دوليا من من عرفناهم في الملائب الدولية كسامويل إيتو كالحاج ديوف فاديغا وغيرهم أيضا اللاعبين المغاربة كبدو الزكي كعزي مدربالا كأيضا طهر لخلجيني مروان السماء سفناه سفناه يوسف حجيب يوسف حجيب بمعنى أنه أعادت لنا هذا الحفل أعاد لنا دكريات والشريط مجموعة من اللاعبين الذين أتتوا في على الملعب الدولية والإفريقية أساطيرنا كلهم ودادين هذه سميت بالعائلة الويدادية نادر والدودي وأبو دربالا والزاكي ونادر وأيضا نوردين نايبت فبالتالي أعتقد أن كل شيء كان جميلا جدا وبتصريحات أيضا للضيوف الكرام التي كنا في كل ضيف كنا نتحدث معه كان يذكر دائما التنظيم المحكم لمملكة المغربية ويتحدث أيضا على كأس إفريقيا وكأس العالم القادمين نعم تستحق صبغات العالمية هذه النسخة من جوائز الكاف؟ طبعا نوفل لعل ما تفضلت به وتفضل به زميل العلوي يؤكد ذلك وما شاهدناه بالأمس على أن هذه النسخة كانت عالمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى شكلا ومضمونا لمست كل شيء للتطور ولا كذلك التقديم الجغرافي لهذه المدينة الجميلة مدينة النخيلة المدينة الحمراء أعتقد على أن المملكة المغربية كما صرح رئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكورة القادم سيد موتسيبي على أنها رفعت الصقف علي عاليا سواء على المستوى الفني والتقني من خلال النتائج المحققة أو على المستوى التنظيمي أعتقد اليوم المغرب يؤكد مرة أخرى لمن لديه شك على أنه لم ينل شرف تنظيم كاس إفريقيا 2025 وكذلك تقت الفيفا بتنظيم حدث كوني وهو الحدث المونديالي سنة 2030 مع الجارتين الشماليتين البرتغال وإسبانيا بالصدفة وإنما هذا البلد صار وجهة للأحداث الرياضية الكبيرة وجهة كذلك للمؤتمرات والتظاهرات الرياضية الفنية السياسية الاجتماعية ودائما ما يخرج أي حفل في أباحل صحيح كانت بكل صراحة المشاهد حتى جودة الصورة من خلال المشاهدين نحن نطلع في منصات التواصل الاجتماعي كان هناك إشاذة كبيرة جدا وليست مغربية مشاهدين الكرام ولكن حتى على المستوى من يتابع المختصين في الشأن الرياضي وسيكون معنا أحدهم بعد قليل من عمان معنا المحلل الرياضي إذن معتصم يونس من العاصمة الأردنية عمان مرحبا بك معتصم أهلا بك سينوفا تحية لك والزملاء الكرام الأعزاء لديك في الستوديو في القناة خلف الكاميرات ولكم المتتبعين ميديان تيفي أحببت أن أكون متواجد قبل وقت معكم لأن الحدث يتطلب الكثير من الإشادة والتقديم للمملكة المغربية مرحبا على هكذا حفل بصريح العبارة هو عرص إفريقي بلوكة منديالية بلوكة عالمية أنت وصفتها معتصم في مقال جميل جدا قرأته لك حفل أنيق سريع متنوع الفئات شمولي تنظيم عالي الجودة جمع بين العفوية وخفة الضل وتقديم عديد الرسال متنوعة إنسانية إدارية وتحفيزية كلمات رائعة بكل صراحة ولكن لم تكن شيء من باب المجامل الله سبح الله بالعكس هذا هو ما أفرزه الحفل كتبت رسائل إنسانية لأن تكريم سي محمد عقيل هذا الرجل المسن للأمانة في تلك الفترة الصعبة التي عاشتها للأمة العربية والمغربية في أبان حديد الزلزال لربما كان يقدم شيء لربما يراه الكثير شيء ضئير ولكن هو لربما أغلى شيء يمتلكه كيس طحين كيس طحين أعم لقيمة العمل الإنساني لقيمة الأدوار المهمة على الصعيد المجتمع لأن في بعض الأحيان تضع الأمور الرياضية والأمور الترفيهية في درجة أقل من الأمور الإنسانية وهذا التكريم بصراحة لعبارة شيء مؤثر وشيء إيجابي وشيء يدل على الكثير من الأشياء الإيجابية بالنسبة لدينا لأننا فعليا تذكرت الموقف وشاهدت الموقف حتى في قبل عدة شهور من الآن بالتالي كانت تكريمه شيء مميز بالنسبة لي على الصعيد الإداري وعلى الصعيد التنظيمي أنا عندما أشاهد الحفل كما ذكرت أنت بدرجة تصوير عالية الجودة بتنظيم رائع بحضور مجموعة كبيرة من نجوم القرى الإفريقية من شمالها إلى جنوبها من شرقها وغربها بالتالي وأيضا استضافة عديد الأسماء وتنويع الجوائز بمختلف الفئة بالتالي هناك كانت الكثير من الأمور المميزة الكثير من الأمور لربما تقارع حفل البالوندور حتى في كيفية إظهار الكرة الإفريقية والإدارة الإفريقية والتنظيم الإفريقي بأعلى شكل ممكن ونحن لسنا في صعيد كيل المزيد من المديح في المملكة المغربية التي أصبحت حاضنة للتظاورات القارية ليست فقط على صعيد التنفسي وداخل المسلطة الأخضر وحتى على الصعيد الإداري والتنظيم وهذا الشيء للأمانة مميز للغاية وشيء يستحق أن تشيل به ويستحق أن يكون شيء ينظله الكثيرون ليس فقط من أجل أن نصفق بل حتى من أجل النواكي والتطور الذي يحصل في المملكة المغربية حتى نصل إلى ذات المستوى أن المستوى عالي للأمانة ليس لأنك من نوفينا ولكن هذه شهادة حق محتصم عادل نسعد ونفتخر بأن نكون في قاطرة الدول العربية التي تتمكن من أن تنظم احتفالات واحتفاءات بعالم كرة القدم ويأتي محل الرياضي من الأردن ليقول لك هي بقيمة وقامة الكرة الذهبية تنظيميا شكلا ومضمونة صحيح يعني اعتراف من زمينا في الأردن وربما أنه كان هناك شهادة أخرى من زملاء آخرين من فاعلين آخرين على أساس أنه ما تم تقديمه يعكس الصورة الحقيقية لبلدنا المملكة المغربية وللمكانة التي أصبحت تحتلها ليس فقط لدى الشعوب العربية ولكن أيضا العالم رياضة جميلة نذهب للمضمون المضمون بعيدا عن الشكل كان فيه توزيع للجوائز نبدأ بهذه الهيمنة المغربية المستحقة وما يقال نبدأ بالأخرى إن للعملة وجون آخر صحيح تحدثنا على الأشياء التنظيمية ولكن للعملة وجون آخر ونبدأ نتحدث أيضا على الكأس الفارغة ليس الكأس المليئة لأنه نحن في سنة المونديالية واعتقد أنه ما قدمه المنتخب الوطن المغربية على المستوى العالمي وليس فقط التحديل الإفريقي يجب أن يكون على الأقل احتكارا لكل الجوائز من المغاربة على شكلة الفيفا أرجنتين تأخذ المونديال ميسي أفضل لاعب حارس المنتخب الأرجنتيني أفضل حارس وهذا هو المقياس المنطقي هذا هو المقياس المنطقي خاصة أنه كأس العالم تأتي مرة كل أربع سنوات هذا هو المقياس المنطقي ولكن أن تغيب لاعبا وحارس مرمى كان له الفضل وكل الفضل بشهادة ليس شهادة المغاربة شهادة الجميع على أساس أنه إنجاز غير مسبوق للحراء الأفريقي حمل المنتخب الأرجنتي على أكتافه للمصول إلى نصف نهاية كأس العالم وتغيبه على الأقل من جائزة أفضل لا يعتقد أنه فيه شيء من الإجهاف في حق هذا الحارس العملاق وفي حق أيضا ما قدمه المنتخب الأرجنتي المغربي أن نقول أيضا إضافة بسيطة إن سمحت لي عادل حتى رياض محرز كان يستحق أن يكون في اللائحة قبل محمد صلاح صحيح ماذا قدمت ليفرقو الموسم الماضي وماذا قدم محمد صلاح مع ليفرقو أسطورة لا نختلف ذلك صحيح ولكن محرز أرقامه أرقامه مذهلة تتحدث عنه مذهلة الثلاثية تاريخية مع المانشستر سيتي يعني وساهم بشكل فعال لا نقول إذا كانت المقارنة فإن بونه يتفوق على أسيمين وعلى محرز أكيد ولكن عليه كان على الأقل أن يتواجد في ثلاثي المرشح للجائزة للجائزة شيء آخر بما يجب أن تحدث عليه وقد تحدثت معه في الكواليث فيما يقص على الصمت زلزولي مثلا اللاعب الواعد هذا اللاعب سهم في تأهل المتخربة المغربي أخذها ميدز لامين كاميرا في ميدز الفرنسي فعلا وطبعا كان أيضا دوره بارزا على مستوى المتخربة المغربي في مدينة القطر على الأقل كان يجب أن يكون متوجا بجائزة اللاعب الواعد وحضر الغريف الأمر نعيكاس المالكة رفقة وصصونة صحيح كان بالأمس رفقة والدته من أجل تسلم الجائزة وتم إعطاء الجائزة للاعب آخر لم يحضر لمين كاميرا إلى مدينة مره أنا مثل هذا ربما ولكن أنا أستبشر فيها خيرا عليش حمزة؟ ليش ما يقولوش مهيمينين على الكاف مصيدرين على الكاف حتى أن يقال ونظرية المؤامرة ويقصون فلان ويتقدمون بفلان اليوم أعتقد أن أجهزة الاتحاد الأفريقي لها كامل الاستقلالية والحرية أن تختار واحتضانك للحفل ليعني بأنك ستحصد كل شيء كما مثلا مصر اليوم لا يمكن أن تلومها على احتضان مقر الاتحاد الأفريقي وتقول بأن الكرة المصرية بنجومها منتخباتها ستبقى هي المستفيدة مدى الحياة أكيد فأولا كما تفضل الزميل عادل أعتقد على أن المغرب كان يجب أن يحضر بجوائز أكثر وجوائز أكبر وكما تفضلت عزيزي نوفل يعني الجدل بدأه الكاف في القائمة النهائية في تحديد القائمة النهائية لأنه سواء على المستوى الفرضي أو على المستوى الجماعي فنحن نعرف كيف تدار الأمور وكيف يتم التصويت التصويت أولا أصل فيه مشكل كبير وبإمكانه أن يعطيك نتائج غير عادلة بداية رياض محرز حقق نتائج كبيرة أول يعني ثلاثية تاريخية لفريق موشستر سيتي ثلاثية تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى رياض محرز سجل مشموعة من الأهداف كان على الأقل أن يتواجد في القائمة التولاتية النهائية نعلم على أن هناك زملاء صحفيين مصريين متعصبين ومع ذلك استغربوا من تواجد محمد صلاح ياسين بونو الذي قاد فريق إشبيليا للتتويج بلقب الدورية الأوروبي وهو تاني أفضل مسابقة في القارة العجوز على مستوى الأندية في النهاية أمام روما تصدى لركلتين تصدى لركلتين أمام روما كذلك في المونديال في الكأس العالمية بشكل كبير أمام من؟ أمام البرتغال أمام إسبانيا وهو الذي كان ضمن المرشحي اللي تتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم فلا يعقل أن لا يتواجد ذا بست اختارته في المركز الثاني خلف حارس المنتخب الأرجنتيني وانت اليوم تستثني من ثلاثي تستثني من هذا الثلاثي تمنحه جائزة ربما تعويذية إن صح التعبير يعني تعويذك أفضل حارس مرمى ومع من تنافس وكلهما ماشيستر سيتي خاوي الوفاد ماشيستر نايتد أولانا لم يقدم أي شيء وكذلك شناوي رفقة الأهلي توجه بدوري الأبطال والدوري المصري وأعتقد كذلك السوبر المصري ولكن على مستوى الأرقام الفارضية لا يقارن أعتقد على أن اليوم الكونفيدرالية الإفريقية المشكل فيه النوفل المشكل هو أن تمتيلية العرب في التصويت كبيرة ليست بالكبيرة بالعكس لا من ناحية الأسماء التي كانت مرشحة طبعا إلى خلية المنتخب المغربي ستجد أنه في جائزة أفضل منتخب في جائزة أحسن حارس في جائزة أفضل لعب المشكل فيه هو من يصوت يصوت عدد كبير من الصحفيين وعدد كبير كذلك من قادة وعمداء والمدربين والمتخبات فبذلك تمتيلية دول شمال إفريقيا وكذلك مصر ضعيفة بشكل كبير فأنا تواصلت مع جيرفينيو النجم الإفواري السابق قبل في توانق المتوجوة فيكتور أوسمين في التقاة كبيرة أوسمين هناك تعصب كبير لهذه الأسماء وأسمين حضر الحفل وكانت هذه إشارة ربما سمح لي أمشي عند معتصم لأنه سيغادرنا بعد قليل معتصم أيضا كان لك تعليق حول الأسماء التي تم اختيارها لتنال مجموعة من الجوائز وأشرتها على وجه التحديد لجائز أفضل لاعب في القارة الأفريقية ما تعليقك على نجم نابولي وسمين الذي قاد فريقه بصراحة للتتويش بلقب الكالتشو الذي غاب عن خزائن النادي لعقود طويلة وكان له أهداف حاسمة حتى على مستوى وصول النادي لمرحلة متقدمة في دور أبطال أوروبا بالنسبة لفكتور أسمين مهاجم نابولي بعد أن سجل 26 هدف قاد بها نابولي رقب السكوديتو بعد غياب 32 عام هو أفضل مهاجم في القارة الأوروبية على الموسم الماضي وأفضل مهاجم في القارة الأفريقية ولكن هو ليس أفضل لاعب أنا أتفق مع ضيفيك الكريم يطرحهم في مكانه نتفق معهم في بعض الأحيان أستاذ نوفا الموضوع التصويت لكن هو يعبر عن عاطفة لا يعبر عن واقعية تتعلق بالأرقام تتعلق بالإحصائيات تتعلق بالمؤثرات تتعلق بالشواهد تتعلق بالتأثير الجماعي تتعلق بالإنجاز الفردي بدرجة التأثير في المنتخب في النادي الكثير من الأمور أنت تحصل لي فيكتور أسمين بـ 26 هدف وتحقيق رقب دولي بأنه أفضل لاعب في القارة الأفريقية أنا كنت قد عقبت ما قبل هذه الإجابة أيضا في طرحي في الأمس بموضوع حضور النجوم وغيابهم أنا أتحدث عن إسمين أنت ذكرتم كاتحاد أفريقي وضعت لي بالنسبة لأشرب حكيم ووضعت لي محمد صلاح وأنا لديه اعتراض كبير على كلا لإسمين ما احترامي لشعبية محمد صلاح ولنجومية أشرب حكيم أنا بالنسبة لي نعم بالنسبة لي فيكتور أسمين بالنسبة لي رياض محلز بالنسبة لي ياسين بونو هذا الثلاثي هو الثلاثي الواقعي هو الثلاثي المنطقي هو الثلاثي الذي يدفي مصداقية حول الترشيحات النهائية لأفضل لاعب القرى الإفريقية بناء على الإنجازات لاعب حقق القرى بالدول الإيطالي لاعب حقق الثلاثية التاريخية وكان رابع أفضل لاعب معناديه ولاعب نجح في أخذ منتخب بلاده إلى نصف نهاية قأس العارم وحقق قأس الدول الأوروبي معنادي إشبيليا وخسر مباراة السوبر بالتالي أنت هنا تصبح منافسة منطقية بالتالي أنت تعدد لي شرائحة تصوير وتقوم باعتماد الأسماء التي جاءت أنا عندما أشاهد فيكتور أسمن قد جاء من هذا الثلاثي وغياب محمد صلح وغياب أشرف حكيم وإن كان هناك كلام كثير على عدم حقية من التواجد في القائمة النهائية بالتالي أنت تعطيني مدلول كاتحاد إفريقي بأن الذي حضره ومن سيتوجه هذا شيء بالتسمك لي لربما لم يكن شيء إيجابي ولا احترافي ولا حتى مسؤول من الاتحاد الإفريقي أنت تعلم جيدا وأنك قد برمجت موعد حفل أفضل أو جوائز الكاف في دريقة 11 من ديسمبر في الأمس بالتالي أنت النجوم تكون قد أخبرتهم مسبقا بالموعي وإن كان لديهم ازدحان في الأجندة سأعود لك سأعود لك معتصم ولكن بغينا أخذ مداخلة من السعادة هل الجانب التسويقي يحضر في مثل هذه الترشيحات بمعنى آخر محمد صلاح أسطورة اليوم في الدوري الإنجليزي صحيح جماهرية الكرة ومصر تعداد سكاني ووسائل إعلام وقل ما تشاء ويعني محتضين للاتحاد الأفريق لكرة القدم وهناك ضغوط ربما تجعل أنه بعض الأمور عليك احترامها وإن كان غير من باب نومي ناسم يعني أنت مرشح ولكن اللقب حسيم اللقب حسيم ولكن من باب الترويج كما ذكرت للعلامة التجارية للكاف وأيضا لبعض رعاة الكاف فبالتالي يعني ممكن أنه جبر القواطف فيما يخص اختيارات وأيضا خاصة لائحة النهائية لائحة النهائية التي فيها ربما يعني مجموعة من المفاضلات يعني سواء على مستوى الأسباء أو حتى على مستوى الأجهزة يعني بمعنى أنه مثلا المنتقب المصري يمكننا نعتبره لأنه أخذ أيضا جانب كبير من حصة الجوائز وإضافة صلاح أيضا إلى القائمة النهائية شيء فيه اعتبار أيضا للجانب المصري وأيضا للترويج الخاص التجاري نيجيريا أيضا كهيئة يعني أو كاتحاد قوي جدا ومؤتل على مستوى الأفريقي وأيضا ناطق باللغة الأنجليزية نعلم أن القرن الأفريقية فيها مجموعة من التقسيمات وفهم من المناطق وكل منطقة لها خصوصيات وكل منطقة أيضا لها من يدافع عليها وتعلم على أنه الكافي يجب أن يوحد مثل هذه الأشياء ويجبر الخواطر ومن هنا نأتي يعني ما كيش هناك مقاييس محددة كمثلا من يفوز بأحسن رياد للعالم من يفوز بأحسن رياد العالم معروف إما أنه فاز بألعاب الأولمبية بعد ذلك بطولة العالم ثم على المستوى الإفريقي ثم على المستوى العربي معنى المقاييس معروفة فالمقاييس أعتقد أنه غير معروفة على مستوى كرة القدم أو لا يريدون أن يطبقوا المقاييس الحقيقية والمنطقية على المختارين أو على الجوائز التي وزعوها خلال هذا والأشياء واضحة نبغي نعطيك هنا مثلا عطية الله أعطيني هي عطية الله اللائب عطية الله كان لائبا يعني أداؤه مسترسلا ومتواصلا طيلة الموسم صنع هدفتاه للنهاية لا على المنتقى المغربي ولا على الفرق هل لا يختيار هذا اللائب على الأقل في اللائحة النهائية مع اللائبين المتميزين قرريا مثلا مثلا ولماذا لم يتم اختيار أحد نجوم المنتقى المنطقة السابقين للسعود إلى المنصة وإعطاء تسليم الجوائز لماذا لم يتم اختيار هذه الأشياء يعني كل أسئلة يجب طرحها لماذا هل فعل الأروعات يضغطون هل هناك بروتوكول معين هل هناك أسماء معينة ومن يقرر ومن يحد ولكن أنا أشكرك لأنك اليوم تفند كل الشكوك تتحدث عن هيمنة المغرب على الكاف فوزي لقجع وضغوطه على الكاف يعني هذه البروباقاندا اليوم في غير محلها سأجيلك حمزة ولكن نستفيد من حضور معتصم في الدقاق الأخيرة معتصم نياسين بونو أفضل حارس في أفريقيا وأيضا في نفس الوقت المنتخب الوطني أفضل منتخب في القارة الأفريقية أعتقد أنها أمور منطقية وإذا أردت أن تعود إلى النقاش الدائر بيننا الآن هناك علامات استفهم طرحت حتى على فرنس فوتبول فيما يخص الجوائز التي كانت تمنح في وقت أخذها ميسي وقيل أنه لا يستحق في وقت حرم منها مجموعة من الأسماء والأساطير الذين كانوا بنزيمة مودريج قل ما تشاء الذين كانوا في أوجي العطاء بينما رونالدو ميسي الثناء الذي تنافس عليها كانوا في بعض الفترات لم يقدموا الشيء الكثير أندية ومنتخبات أنا سأبدأ من حيث انتهى الزميل العادل والذي أؤكد لك بأنه لا يوجد شيء يتعلق بأن هناك سلطة لرئيس الجامعة الملكية المغربية بالنسبة للفوز نقشع بالتأثير على قرارات الاتحاد الإفريقي في تحديد أسماء المترشحين وأسماء الفائزين لأن من يشاهد الأسماء التي ترشحت من أسماء التي كسبتنا أعتقد بأن هذا تأتي قرارات تأتي من الفيفا أو أن المصوطين أغلبيتهم بصريح العبارة لا يتابعون كرة القدم التي نتابعها نحن ولا يتطلعون بشكل كافي على أغلب اللاعبين بشكل جميع لأن هناك فعليا حتى تشكيلة العام التي قدمها الفيفا بصريح العبارة فيها مشكلة كبيرة للأمارة تعطيني ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا وتستثنيه من تشكيلة العام بسبب أن التصويت هو من منح أنانا وتستثني رياض محرز وياسين بونو من الترشح النهائي وأيضا في تشكيلة العام تضع لي ساديو ماني نجم البيرن الذي غاب ثلثي الموسم ورياض محرز تقريبا هو لعب أكثر من 80% من مبريات المدرجة لمانشستن ستي وإن كانت كنعب دكا وإلى غيره من الأمور وكذلك يبقى عنش الأساسي وفعال في الفريق بالتالي كانت الكثير من التنقضات التي حصلت والتي تؤكد بأن الموضوع يتعلق بطريقة لربما ما أفرزه التصويت وأنا بصرح العبارة غير قادر على التأكيد على هذه النظرية هل هو ما أفرزه التصويت أم أن الشرائح التي مخول لها بالتصويت تميل أكثر لأبناء مناطقها نعم حدثني عن بونو عن بونو 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 معتصر وحتى بالنسبة ليسين بونو يسين بونو كان يستحق أن يتواجد في الترشيح الثلاثي الأخير برفقة رياض محرز وبرفقة فيكتور أوسمن ويستحق أن يكون موجود في تشكيلة العام يسين بونو ليس فقط أفضل لاعب في إفريقيا المقسم الموضوع والآن أصبح أفضل لاعب أو أفضل حارس موجود في القارة الأسيا حارس الشهر لمرتين في الهلال السعودي نعم نتابعه بكل قوة مستوى عالي للغاية وحتى جماهير نادي إشبيليا غاضمة من إدارة الفريق لأنها تخلت عن بونو ونتائج إشبيليا تتحدث عن نفسها بالتالي لاعب وحاس بإمكانيات عالية للغاية أنا بصراح العبارة لم أشاهد تقدير كافي بالنسبة لدي كان لابد أن يكون متواجد في تشكيلة نهائية لأفضل لاعب عن القارة الأفريقية في بعض الأحيان نقدر موضوع الجانب التسويقي الذي ربما هناك غد النظر عنه لضروري أن يكون هناك اسم ماركتينج عالي موجود في الأسماع حتى يزدد الكثير من الأمور التسويقية والإدارة معتسم أيضا من باب استغلالك بوجه أمثل الأردن تطورت في الكرة النسوية وهناك اهتمام بالغ جدا اليوم الكرة النسوية المغربية أيضا تسيطر على الجوائز الأفريقية نشاهد تاغناوت تنال جائزة أفضل لاعبة وهي لعبة الشيش الملكي والمنتخب الوطني شاهدناهم ماذا صنعوا في استراليا في المونديال أيضا شاد تهي الأخرى النسرين حصلت على أفضل لاعبة واعدة وهي التي تحترف في الدوري الفرنسي شيء يبشر بالخير أن الكرة النسوية اليوم أصبحنا ننافس وإن كانت جنوب أفريقيا يعني كانت تأتي على الأخضر واليابس فيما مضى بصراحة عبارة لم يبقوا ننافسة بالنسبة للرياضة المغربية على زميع الأصعدة بمختلف الفئات العمرية حتى كرة الصلاة والكرة الصلاة اللهم لا حسد لا ما شاء الله لا يمكن لنا أن نقوم بتخطيط أعين نحن نشاهد النتائج على أرض الواقع ونشاهد كيفية الضغط والدعم اللامحدود للرياضة في المملكة المغربية عندما أشاهد منتخب رجال وفئات عمرية ومنتخب أولمبي ومنتخبات نسوية ومنتخبات صلاة والبحث عن استضافة الأحداث والبحث دوماً عن البقاء في الدائرة والمنافسة العالمية وتطوير مستوى اللعبة ورفع مستوى مطولة الدولة المحلي بطبيعة الحال سيكون لديك فعلياً أسماء رنانة وسيكون لديك ما تفرجهم من أبطال وعلى مستوى الأندية وعلى مستوى القرات وعلى مستوى التخبات شكراً شكراً بالتالي هذا الشيء لا يأتي بمحل الصدفة أو شيء يقدمه لك الآخرون لأنك تقوم باستضافة الأحداث في ثواني معتسم أنت مشغول عندك أعرف أن لديك التزامات شيء خبار على عموتة كيف يمضي مع النشامة كنت قد نظرت إليه في آخر مؤتمر الصحفي في مواجهة الأردن أمام السعودية في العاصمة عمال أردت أن أسأله أحد الأسئلة وسأله أحد الزملاء إلى أين سنصير في كأس آسيا وهل لدينا فرصة في كأس العالم بصراحة العبرة حسين عموتة مدرب كبير ليغتل في اثنين على مدى جودته وإمكانيته والمسيرة التدريبية المميزة التي يمتلكها ولكن لدينا كثير من الصعبات حتى اللحظة برفقة منتخب النشامة ولكن من يدري إلا ربما في قضون ليلة وضحان أنفسنا في أدوار متقدمة في كأس آسيا كل شيء المشوار لا زال في بداية أذربيجار السعودية يعني باقي لسه في وقت النتائج صعبة سينوفل النتائج صعبة ست مباريات دون انتصار تقلق ضغوط على الإعلام وعلى اللاعبين وحتى على حسين عموتة نريد نتائج مدرب منتخب لديه ضغوط أكثر من مدرب الأندية مدرب الأندية لديه فرصة مدرب المنتخب عليه أن يحصد نتائج أولا بأول نتمنى له التوفيق إن شاء الله نسأل الله التوفيق له نسأل الله التوفيق له وللنشامة شكرا جزيلا لك المحلل الرياضي معتصم يونس شكرا لحضورك معنا كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمى شكرا جزيلا لك سينوفل شكرا لضيفك الكرام على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة وأنا دوما سعيد بالتواجد معكم ولما لا عندما تتحدث عن الناجحين عن البرامج التي تصعد وترتقي بمستوى الرياضة في مختلف الملتان العربية أنا سعيد أن أكون جزء من الحديث عنها وإشادة بها ولما لا لنستزيد ونتعلم ونضاعها مثال نحتضي به جميعا لما لا لدينا كلنا الفرصة والإمكانيات لنصل بعيدا إذ آردنا أن نصل إلى الأعلى ونقارح كبار القوم في هذه اللعبة شكرا لسي معتسم معتسم أتعلم شوية درجة والأخي يقول تحلم وهذه هي قوة الرياضة الرياضة اليوم تنقل ثقافتك وحضارتك لمجتمعات إنسانية والدليل سير سير أصبح ثقافة حمزة في مجموعة من الدول خلينا نشوف مع الزملاء فيديو ياسين بونو وهو يتابع إعلان اسمه كأحسن حارس من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في حفل جوائز الكاف ومن كان برفقته كانت والدته لعب مرضي تبارك الله نشوفه الفيديو أفضل حارس مرمى لها من سنة هو أفضل حارس مرمى لها من سنة هو مرمى لها من سنة هو مرمى لها من سنة هو ومن يستحق هذه الجائزة كأفضل حارس مرمى في القارة السمراء يستحق كذلك أن يتواجد على الأقل ضمن القائمة النهائية التي تضم ثلاث أسماء للمنافسة على جائزة الأفضل في القارة السمراء ويستحق كذلك بلغة الأرقام والمعطاية الدقيقة مع المنتخب ومع النادي وكذلك على مستوى المساهمة بأن يتواجد بهذه الجائزة عكس فيكتور أوسمين صاحب الستة وعشرين هدف في الكاتشو الإيطالي هدف الدوري الإيطالي أي نعم قاد كذلك نابولي لتتواج بالأقب الكاتشو لكن ياسين بونو كان يستحق كذلك اليوم هذا الحفل كان متنوعا شهدنا تكريم المولبيكالا اليوم نشاهد كذلك الطريقة التي تابع بها ياسين بونو الحفل من بعيد وكذلك قيمة ياسين بونو حتى اليوم مع جمهور الهلال في دورة رونشن مع شوق الجماهير شخصية جميلة جدا شكيلة تصريح ديالو مع البليهي طبعا طبعا يعني يسألونه لماذا لم تحضر الحفل قال أنا اليوم لدي ارتزام مع الهلال وإن حصلت على ترخيص من وللمرة الثانية نوفل حتى في جواز الفيفا صحيح وإن صدقت كل الترفسيرات التي قالت بأنه لم يذهب لريال مدريد لأن لديه شغف المشاركة مع المنتخب في كاسرمام الأفريقية صدقني يوما بعد يوم يكبر في أعين الناس بغض النظر عن الجغرافية أكيد نوفل ومن يعرف يسين بونو من اللاعبين الذين جاوروا حتى من الفئات السنية إلى الاحتراف إلى أن اختار الاحتراف في إسبانيا بربما براتب أقل مما كان يعتقده في الوداد مصاره أقول على أنه بكل أمانة مصار يسين بونو شخصيته تواضعه تركيزه احترافيته تدرس في أكاديمية كرة القدم لأنه شئين من أجل أن يكون الخلف وتكون أسماء الرجل عنده شعبية في جماهير البوكا وغيران بليت في الأرجنتين ويتقن الأرجنتينية بلهجته المحلية أكيد أعتقد على أنه يسين بونو كما قلت ذلك الوجه المشرف لللاعب المغربي المحترف على جميع المستويات والأصعادة وحتى للدبطاسيون الذي كان عنده في السعودية سريع وكان ما شاء الله بسرعة اندمج مع البطولة السعودية ومع المجتمع السعودي فقط يعني عطفا على ما ذكرتم نضيف على مستمع بونو أنا أتمنى أن يتم انصافه يوم 15 يناير القادم يوم 15 يناير القادم هناك حفل لتوزيع جوائز الفيفا ليس فقط الفيفا لأن الفيفا تطعي جوائز ومرشح رفقة البلجيكي كورتوا وأيضا البرازيلي إديرسون نتمنى أنه يتم انصافه من طرف أعلى هيئة الكراوية وهي التي أشادت بأدائه أثناء تواجدهم على المنتخل الكلام عن برشلونة جوائز الجلوب سوكر كذلك بعدها بثلاثة أيام بثلاثة أيام في أبو ضم فكذلك وفي القائمة النهائية قائمة الستة موجود صحيح منابر علامية سبورت غيرها تتحدث أنه على رادار برشلونة ممكن ممكن جدا ولكن تفاوض صعب غير يكون مع الهلال أكيدا صعب صعب جدا أنا ممكن أكد لك من المصدر خاص مقرب بالنوع أو بآخر من ياسين بونو على أنه ليست هناك اكتصالات رسمية من نادي برشلونة لما خرجت سبورت بتقريبا ستة أسماء تقول على أن برشلونة بإمكانه أن يتعاقد معهم بعدما أجرى تيرشتيغن عملية على مستوى أسفل الظهر فحاولت أن أصل إلى مصادر مقربة من محيط ياسين بونو فكانت تأكيد على أن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع ياسين بونو في الفترة الحالية حاولت التواصل كذلك مع مصادر مقربة من الهلال السعودي فكان نفس الأمر الهلال لا يمكن أن يتخلى على بونو بعدها طرح نفس السؤال على تشافي هيرنديز قبل إحدى مبارياتنا لبرشلونة وأكد على أنه اليوم سننتظر تيرشتيغن لما يتمثل الشفاء وعنده اتقاف الحارس الثاني وكذلك في حارس فئة الأمل فبذلك هذه المعطيات كلها تفني على أنه ليس هناك اهتمام رسمي من برشلونة بياسين بون مصادر هذه ونحن نهضر مع بونو مباشرة نخليه لهم ميساج في الواتساب نخليه لهم ميساج سياسي ركا على المباشر برنامجنا ملف خاص ونتحدث عنك نهنئك زميل عدل العلوي طبعا زميل حمزة شتيوي أكيد من المشاهدين المغاربة ككل طبعا ونتمنى لك التوفيق والإنصاف والإنصاف وفي الجوائز المقبلة وأكيد نجمنا الذين ننتظرك إن شاء الله ونفتخروا به طبعا الأمم الأفريقية وهذه تهنئة على المباشر عبر تطبيق الواتساب مننا ومناك ومن مشاهدي قناة ميدي آن تيفي وأيضا حضورنا الكريم في هذا البرنامج مع رشي لا باقي عنده النمر ديال إسباني أو بالدلاء على العموم بعيدا عن ياسين كانت هناك أيضا جوائز أخرى ولكن خلينا نسمعوا شوية لتصريح الناخب الوطني وليد الرقراقي الذي هو الآخر كان أحد نجوم هذه الصهراء وهذا الاحتفاء والاحتفاء الجميل من طرف الاتحاد الأفريقي لقرة القدم هناك في مدينة مراكش ونبقوا خدامين باش إن شاء الله نوصل المغرب فإن كنحلمون نجيبوه النصيحة هي الصبر بحلي قلت فلسبيت جديا لي ماشي وصلت غير اليوم باش نديه ماشي الخدمة هذي ركز العالم خدمت علينا عشر سنين بغيت نقول شكرا للفاتح الوداد الدوحيل وتالجامعة هالش بديت مع المنتخب ماشو ما اللي خلاوني نخدم ونهز اللي كنقسني باش نجيبو التوقيت في لكيب ناسونال دونك فو دلا بسيانس يفو دي تخواي فرحانة بزيبزابات الجائزة هذه كتأنيني لي الكاتير كنبغان هديها سيدنا اللي ينصرون لنا وكنبغان هديها بطبيعة الحال سيد فوزي القجاع وطبيعة الحال الفارق ديالي اللي هو الجيش الملاكي وكنبغان هديها الأب ديالي اللي يرحمه والأم ديالي والأخ ديالي اللي باقي في الحياة اللي يخله مني وكنبغان شكر جاء الناس اللي يساندوني اللي كان فرحولي وكن بغن نهديه بطبيعة الحالة العائلة ديالي خرصة جميلة للاعتراف بكل من ساند ووقف اليوم شفنا تيجناوت وأيضا شفنا وليد الرقراجي يشكر من وقف معه من منحه الثقة الوداد الفتح قبل ذلك وأيضا حيل القطر ومن ثم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وليد بلا منازع أفضل مدرب في القرى الأفريقية طبعا حتى اليو سي سي اعترف بذلك عبد الحكم الشيخاء قدم مصار جيد ولكن وليد يبقى هو العلامة الفارقة في فئة المدربين في هذه الأشهر والسنوات القليلة الماضية بكل صراحة وليد أحدثت طورة على مستوى التدريب المستوى العالمي والجميع والأكاديمية تتحدث عن الخطة والأستراتيجية والأسلوب الذي يلعب به وليد الرقراجي وكيف تمكن وليد الرقراجي من خلال المقاومات التي توفرها إلى المنتخب فكروني مدرب الأرجنتين الدولة الأرجنتيني استابق مدرب المنتخب الأرجنتيني الحالي اللي كان معهم في المونديال استعفر الله العظيم والله يغاب عني نسيت سميته نقلبوا عليه غير جعب سكالوني 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 شاهدت كيف تفاعل في مباراة المنتخب الأرجنتيني هزم مع السعودية لتأجه في الدولة الأول بينما إذا شاهدنا وليد بكت حمولة كاملة في المونديال شوفوا كيف تتعامل مع الكروات كيف تتعامل مع بلجيكا مع كندا السريعة متستلم المهمة مع إسبانيا مع البرتغال ومتستلم المهمة في ثلاثة أشهر قبل المونديال يعني بكل صراحة بصمة المدرب تحكم بصمة المدرب كانت حاضرة كانت حاضرة وأيضا يعني الحفاظه أو كيف استطاع أن يحافظ على روح المجموعة وكيف استطاع أن يلغم المنتخب وطن المغربي من شتات كان في السابق تلكاتي وحيد لا بشكونوا 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 واضحين تلكات واحدة لكن عرفنا كيفاش كانت بالتالي كيف تستطيع أن تجمع اللاعبين وأن توحدهم حول أسلوب واحد حول هوية واحدة كيف أصبح يعني الإمكانيات الفردية تدوب وسط الجماعة والنوزياش كيف روض هذا اللاعب كيف روضه وأصبح يزعي دافع يزعي دافع وصبح الصاد سحين دقيقة يعني باش تدير هاد الأمور وتحدث مع كل اللاعب بشكل يو خاصه يجب أن تكون فعلا وكم لاعب أصر على أن يلعب رغم أنه مصاب وتحمل على نفسه كلهم كلهم أكيد فأكيد وليد الرقرق يقوته في مستودع الملابس وقوته في الكوتشينغ اللحظي وقت المباراة يعني مدرب يدرس المباراة لحظة بلحظة يعرف متى يقوم بالتغييرات يعرف كيف يستفيد من اللاعبين فنعتقد أي لعب لعبة تحت إمرة وليد الرقرق سيخرج أفضل نسخة منه حتى وليد الرقرق أتذكر في فترة مع فريق الوداد الرئيسي لما جاء للوداد وجد مشاكل بالجملة وحرم من ميركاته في إحدى الفترات فترة الانتقالات من ضم لعبين جدد وبتلك الأسماء اللي كان عدد فيها تحت وابل من الانتقالات من الجمهور أعطت أفضل نسخة منها وتوجه بلقب دوري أبطال إفريقيا فأعتقد وليد الرقرق ما تكرر تقرر ليس هناك محض للصدفة أن تكرر الإنجازات تبدأها بالفتح وتكررها مع الوداد ومع الدحيل ومع المنتخب الوطني المغربي فيستحق كل التناء يستحق هذه الجائزة بدون منازل وأصبحت له بسمة خاصة أو مدرسة خاصة في عالم التدريب صحي ورجل اتصال بانتياز وتواصل يعني هذه أمور تحسب لوليد وليد أو رئيس الجامعة الملكية المغربية في ردود فعلهم يعني تقدموا بالشكر لصاحب الرؤية المتبصرة في عالم كرة القدم لمن يدعم هذه النهضة الرياضية الحقيقية جلالة الملك محمد السادس الذي هو آخر توجه بجائزة التمييز في كيغالي من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اليوم الذي كان يوما تاريخيا لنا كمغاربة هو الإعلان عن دخول المغرب سباق الترشح للمونديال بملف ثلاثي ثم بعد ذلك في الرابع من أكتوبر زفة الخبر اليوم حتى يمكن أن نقول أن لدينا تميز في الكاستنج من الجامعة لأن الشيء بالشيء يتكر حضور فوزي لقجع وبصمة حابرة وأيضا حتى حين تجرأ لقجع وربما ضحى بوحيد خليل وزيش أشهر قبل بداية المونديال كان البديل عند حسن الضن وهو وليد الرقراك منظومة أتحدث لا المنظومة أعتقد أنه صحيح أنه كانت مجازفة ولكن هي مجازفة كانت فيها ربما سيفدو حدين إما أنك تقلع بالمنتخل الوطني المغربي أو على الأقل تجد من يخلف وحيد ومن يهيئ للمتخل الوطني المغربي للاستخار القادمة ولكن كانت المجازفة كانت فيها ربح كبير وكانت أيضا فيها مفاجأة بالنسبة للجميع لأنه لم يكن أي أحد وأتحدى يتوقع أن يصل المنتخب وطنوي حقا ما حقا حتى ربما ولد الرقراك ولو أنه قال في إحدى وقال بأن المغرب سيصل إلى نصف نهية كأس العالم أبي باللاتي ثاني يوم من المونديال قبل أن يلعب المنتخب حتى مباراته الأولى قلتها معك ماذا قلت لك؟ قلت علينا أن نذهب ذات يوم أنا ما قلتش ذات يوم أتذكر أتذكر قلت علينا أن نفكر أننا سنرحل إلى كأس العالم ليس ليذا عب الدور الثاني قلت له لنفوز باللقب باللقب فتفاجأ من طرحي حان يوم في كأس العالم يعني باقي المغرب ملعب حتى مباراة هذه أحلام أنا قلت له كرة القدم أمور فطرية صحيح تحتاج إلى منظومة صحيحة وقفة على الصح كما نقوله وإلى موارد بشرية في المستوى لتصل إلى إلى المحصة تتويش حتى وليد الرقراك ينوفر يحسب له تصريح بعد إعلانه كناخب وطني لم تقريبا بشهر وكان كأس العالم على بعد شهر ونصف تقريبا فقال على أنه لن أذهب لكأس العالم وأقول على أنه استلمت المنتخب في مدة زمنية قصيرة أنا ذاهب من أجل أن أشارك بالمنتخب الوطني المغربي ونحقق نتائج إيجابية مدرب آخر قد يقول على أنه شهرين أو ثلاث أشهر هناك امتحان بانتظار وليد سيكون في كأس أفريقيا للأمام التي قريبا ستنطلق وستكون بإذن الله متابعة حثيثة للأسود هناك إعلاميا وجماهيريا حمزة الكرة النسوية تخطو بثبات حققنا كثير من المنجزات مررنا للدور الثاني في المونديال الأخير على الفئات السنية في المنتخبات النسوية الحمد لله تألق على مستوى الأمدية شاهدنا نادي مغربي يصل لنهائي دور الأبطال هذه حديث العهد وحديث العهد أيضا ليس على غرار تقليدي نادي جيش الملك الذي جاء على الأخضر واليابس وشاهدنا ثناء مغربي يتوج كأفضل لاعبة أو كلاعبة صاعدة نسرين وأيضا فاطمة أقناوت أكيد هناك كرة القدم النسوية عزيزي نوفل في تطور كبير وكبير جدا وتدخل كذلك ضمن الاستراتيجية الرامية إلى تطوير كرة القدم سواء كرة القدم الأونز يعني في 11 لاعب أو كرة القدم داخل القاعة وكذلك كرة القدم النسوية فاليوم المنتخب النسوي قبل أن نتحدث عن الإنجازات نتحدث حتى الإنجازات الجماعية المنتخب النسوي قام تأهل إلى الدور الثاني من المونديال الأخير المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة وصل إلى المونديال لأول مرة كذلك في تاريخه في النسخة التي كانت بالهند فكل هذه المعطيات تؤكد على أنه كرة القدم المغربية النسوية في تطور كبير الجيش الملكي الذي توجه قبل فترة بلقب دوري أبطال إفريقيا سبورتينغ دار البيضاء هذا النادي الذي يحتاج إلى تكريم خاص هنا في المغرب لأنه نادي حديث ولعب المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام من؟ أمام فريق مهيكل على جميع المستويات والأصعدة ولديها الموارد البشرية والمالية من قيمة نادي ماملو دي سانداونس كذلك هذه التتويجات سواء حتى غزلان الشبك كنا نمني النفس بأن تتواجد على الأقل في التشكيلة النهائية واليوم عندنا خورخي بلد الذي كان كيتريني بالمنتخب الإسباني وفاز معه بلقب كأس العالم للسيدات هو الذي حل محل بيدروس الذي كان ثانيا في تتويجات الكاف وذهبت الجائزة إلى الجنوب الأفريقية ونعتقد أنه فلا لأنه يعني يمكن نقول على أن الطورة التي تتحقت على مستوكرة القدم النسوية تتستحق أكثر من وقفة تستحق يعني تشجيع ورفع القبعة طبعا إننا نعلم وتعلمه كامل يعني إلى وقت قريب لم كنا نتجاوز الدور الأول لم كنا نحلم حتى بيتواجد منتخبين أو فريق يمكن أن يضم 11 لعب اليوم يعني في وقت وجيج جدا ورح سهمت فيه مجموعة من الأشياء مع من خرجتي في المونديال إيه خرجتي مع فرنسا مع فرنسا فرنسا عنده بعد طويل في كرة قدم نسوي يعني أبطلت العالم مجموعة عملنا مرات وتضم نخبة من اللاعبات يقول على أنه يعني هذا شي سهم فيه مجموعة من الأشياء أولا سهم فيه تواجد مركز محمد السادس الدولي ليحتضن هذا المنتخبات وعطى فضاء من أجل المبارسة احترافي باش تكونوا واقعيين صحيح ثم أيضا منسوش أيضا حتى ما قام به فريق الجيش الملكي والذي استطاع أن الويداد والويداد سيدات ثم ما حققه المنتخب وطن المغربي للكبار فأعطى شحلة لباقي المنتخبات وخاصة المنتخب السويس وروادها وانا بغيت نقولها أيضا لك نقوله مغاربة المهجر مغربيات المهجر اليوم في الدوريات الأوروبية أيضا يشكلون يعني عماد المنتخب الوطني في نقطة مهمة نشرحها المشاهدين على ذكر أولا المحترفات تحية للجامعة الملكي المغربية لكرة القادمة التي اعتمدت يعني دور المناقبين لأنه لهم بصمة كبيرة سواء في اللاعبين أو كذلك في اللاعبات حالية لأنه قبل كنا خسرنا أفلاي خسرنا كذلك أفلاي نخسرنا بوحدوس ومجموعة من الأسماء اليوم عاد الرامي وآخر بالنسبة للتشكيلة الميتالية للكاف لأنه البعض يتحدث لماذا موجود أونانا وغير موجود بونو التشكيلة الميتالية أنا أقول على أنه ليس الكاف ولدي يختارها وحتى في الفيفا هناك شراكة مع شركة خاصة هي من تحدد بناءنا على الأرقام والمعطيات رغم أنه بونو هو من يستحق التواجد والغريب أنه أونانا اليوم المتواجد في هذه التشكيلة يتعرض لانتقادات كبيرة رفقة موشنستر يونيتد وقال تينهاك في مؤتمر صحفي أنه هذا أونانا الذي ينتقد هو أفضل تاني حارس في الدولة الإنجليزية بناءنا على الأرقام والمعطيات التي تقدم لنا فبذلك أعتقد أن هذه الأرقام ربما هي التي حسمت الأمر ما بقاش الوقت للتشكيلة المثالية والتي تطرح أكثر من علامة استفهام أريد أن أتحدث عن ما بدأه أيضا وأشار له معتصم صديقنا من عمان المغربي محمد عقيل يتوج بجهزة التضامن من طرف الاتحاد الأفريقي مول بيكالا الذي لم ننسى لم ننسى من فقدناهم وقلوبنا جريحة إلى اليوم ولكن ما يصر أن قيم المغاربة حاضرة في كل مكان وزمان هذا أمر أكثر من إيجابي واليوم هذه القيمة التي تتعدى حدود الجغرافية وتصل للعالم أجمع كانت حاضرة بتكريم عقيل مول بيكالا السخي رغم الحاجة وكانت حاضرة حتى بتواجد بونو مع والدته وهو يشاهد فيديو التتويج كانت حاضرة بتواجد الزلزولي مع والدته كانت حاضرة بتواجد أبناء وزوجة وليد الرقراقي في هذه اللحظة لحظة الاحتفاء وتحدث وليد في التصريح مباشرة عن الأسرة ودور الأسرة فنحن اليوم ونسرين شاد من سلساش حضرت مع أمها وأبيها صحيح وتقنى وتشكر وأهلها وعائلتها فهذه القيم المغربية التي قد تصنع منك مجتمعا متفردا مبدعا خلاقا في كل المجالات بغض النظر قد يقول لأب المغربية أن هذه تا مغربية وهذه هي الهوية المغربية والبصمة المغربية والراجل المغربي والكرم المغربي اللي فعلا نصدره كقيم إلى كل العالم تحيينوا فاللي من فكر في تكريم هذا الرجل تحيين صحيح وشاهدنا صوره مع رئيس الجامعة الملكية أنا بالنسبالي هذا أحسن من أحسن أنا شفت هذا كسميته في الأول الله العادي من أن يعني كم من مول بيكالا كان في فترة الزلزال شاهدنا الحاجزة اللي بغت تعطي الخاتم شاهدنا صور ولكن هو اليوم يرمز للجميع ممن تضامنوا وتكافلوا مع المغارب المنكوبين إبانا فترة الزلزال لا يمل معكم في النقاش فيما يخص الملف بسرعي والله بصراح بكل الصدق لا يمل ونسعد ونفتخر بكل المنجزات تنظيمية كانت أو حتى على مستوى الحصاد الرياضي شكرا لك صديقي وأخي حمزة شديوي على حضورك معنا وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله أنا من أشكرك مشاهدي شاشة قناة ميدياتير شكرا للزميل عاد العلوي الذي كان متألقا في المنتدى الأول للعلام الرياضي في المغرب وقد تكون فرصة لمناقشة مخرجاتي وتوصياته إن شاء الله لأن موضوع يهم منابي من أجل صلاح الرياضة أنا بصراحة أقول لك ولكن لا أرمي الورد ولكن أنت كذلك من خلال العرض الذي قدمت كنت متألقا وأنا أعرف أقول لك ثلثوا بالمجاملات شكرا لك شكرا لك مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونذكركم إلك رد من ياسين بونو على الرسالة سنخبر المشاهدين وإن كان عبر منصاتنا الإلكترونية على قناة ميديان تيفي بما برد ياسين بونو الذي نتمنى له التوفيق مع الهلال ونتمنى لكل العناصر الوطني للرياضة الوطنية بشكل عام من أجل أن تكون عند حسن الضنف باستحقاقات المقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة